الجزء الثالث بقى دلوقتي هنتكلم عن موضوع الحقيقة مهمة أوي برضو موضوع عملية كتير من الأمهات والأباء بيشتكوا من سوق سلوك الأطفال وبيطلبوا يقولوا تمام إحنا بقى عايزين خلاص إحنا هنسمع الكلام قول لنا نصائح عملية نتعامل معها يعني لكيفية التعامل مع سوق السلوك عند الطفل وبالتالي إصلاح سلوك هذا الطفل الحين أقول لكم عدد من النصائح عدد كبير من النصائح خلاص يبقى موضوعنا دلوقتي عن نصائح للتعامل مع سوق السلوك عند الأطفال بغرض إصلاح هذا السوق أول نصيحة إننا لازم نحدد نوع السلوك السيء هرجع أفكركم زمان أوي قلت لكم في حاجة اسمها قائمة العشرة ثم قائمة الخمسة ثم قائمة التلاتة هفكركم بها وإن شاء الله تفتكروها واللي ما سمعوهاش قبل كده يعني من زمان قوي يبقى بيسمعوه لأول مرة يستفيدوا إن شاء الله لما تيجي الأم أنا بقول للأم بالذات لأن الأمهات هم اللي في حالة احتكاج دائم مع الأطفال بقض وقت أطول مع الأطفال أكتر من الأباء يعني فتقول إيه أنا ابني وحش وسلوك ووحش والكلام ده كله فتقول لها إيه أو تقول لها إيه طيب قول لنا إيه اللي مدايقك في الطفل تقول لك كل حاجة نقول لها لأ فيش حاجة اسمها كل حاجة خدي ورقة هو أو اكتبي كده عودي كده اكتبي أكتر عشر حاجات مدايقينك في الطفل مدايقينك في سلوك طفلك تقدري تكتبي عشرة تقول لك ده أنا هكتب لك مية نقول لها لأ إحنا عايزين هو عنده ميد سلوك ساي اختار لنا الطوب تن اختار لنا أكتر عشرة وحشية هنيجي لكل حاجة بس اختاري الأول عشرة عشرة يكونوا فرقين معاكي قوي عايزة تصلحيهم تكتب عشر سلوكيات وحشة بيعملها طفلها تمام طيب بعد ما تكتب العشرة دي تيجي تقول لها إيه طيب نرتب العشرة دول قوليلي أول خمسة فيهم تروح مرتبة أول خمسة رتبت أول خمسة تقول لها رتبي أول ثلاثة قال له إيه الغرض الغرض إن يكون فيه تركيز على الإصلاح لأنه الموضوع لما بيبقى مفتوح كده مش هتعملي حاجة لا أنت كأم ولا أنت كأب لما بنركز على حاجات محددة إحنا ابننا عنده سوق سلوك في النقطة الفلانية مش بقول إن إحنا هنطنش الباقي بس كل حاجة هتيجي في وقتها نركز فوكس زي ما بيقولوا كده للأجانب ونبتدي نصلح يبقى مبدئيا هيكون عندنا تقييم موضوعي للخطأ ده أو للسلوك ده ونبتدي نشتغل عليه حاجة حاجة صلحنا أول سلوك ندخل على نمرة 2 خلصنا أول 3 نكمل نشوف القايمة اللي كنا كاتبين فيها أول كمسة خلصنا أول خمسة نكمل أول عشرة ده على افتراض يعني إن فعلا فيه عشر سلوكيات سيئة خلصنا أول عشرة نكتب عشرة تانين ونرتبهم بنفس الطريقة وهكذا يبقى الغرض من الخطوة دي تحديد السلوك السيء تمام طيب إيه تاني نصيحة التوقف عن وصف الطفل الدائم بأنه سيئ السلوك بشكل عام كده يعني اللي هو إيه فلان سيف أحمد مش عارف علي ده قليل أدب ده قليل أدب بشكل عام كده إحنا أصدرنا حكم كده لازم نتوقف عن ده فورا ليه لأن ده من ناحية بيضيع المجهود اللي انتو بتبزلوه في الإصلاح ومن ناحية تانية فيه ظلم يعني لتقييم الطفل ده وبيحسسه وبيحسسكه باليأس يعني يعني فيه لا يعني ما نقولش كده هو إحنا ما بنقولش أصلا ما بنقولش الحد هو مش مدد حوار إن إحنا نقول على أولادنا مع الناس إن هم أولادة الأدب أو سيئين السلوك إحنا ملاحظين إن فيه سلوك سيئ وبنقول للطفل وبنشتغل على محاولة الإصلاح فلابد من التوقف عن وصف سلوك الطفل بشكل عام وبشكل دائم أنه طفل سيئ السلوك النصيحة الثالثة إن إحنا نفكر في طرق الوقاية وليس فقط في طرق العقاب بمعنى إننا نحاول من البداية تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أنتوا فاهمين قصدي؟ فكروا في الوقاية قبل ما تفكر يعني إن الخطأ أو الموقف الذي سينتج عنه سوء سلوك للطفل نتجنبه قبل ما نفكر هم لما يعمل كده بقى عقبه إزاي يعني طب ليه؟ طبعا لو في إيدنا إن إحنا نمنع الموضوع ده ملقاوك نشيل من قدامه حاجة إحنا عارفين إنه هيشبط فيها والحاجة دي مش هينفع إنه يمسكها أو لو مسكها هيبوزها خلاص؟ ما نلعبش مع الطفل بطريقة معينة تخليه مثلا قريب مننا بطريقة إنه هو مثلا لما يجي يحرك إيده ولا حاجة يروح ضربنا على وشنا مثلا أنا بدرب أمثلة أنتوا فاهمين قصدي؟ يبقى نفكر في طرق الوقاية أنا دايما نقول له المثل ده عشان إحنا هنا عندنا المج الجميل اللي مكتوب عليها حكا أنه ها؟ أركز على إنه إيه؟ هو لما يوقع الكباية دي عشان هو بيحطها كده ها؟ أعاقبه إزاي؟ ولا إن أنا أشيلها أصلا من جنب إيده عشان وهو رايح جاي وهو بيجري ولا بتاعه ما يخبطش فيها فهمتوا قصدي؟ النصيحة الرابعة إننا نلاحظ وقت السلوك السيء عند الطفل ما هو السلوك السيء ده له وقت يعني هل بيبقى لما الطفل يصحى من نوم؟ ولا لما يبقى الطفل عايز ينام سواء عايز ينام الظهر أو عايز ينام بالليل ولا في نص اليوم؟ هل الطفل ده بيظهر سلوكه السيء قدام الضيوف؟ ولا قدام بابا؟ ولا قدام إخواته؟ ولا إيه؟ أصلي في أطفال يظهروا سوء السلوك ده في وجود الضيوف وفي أطفال العكس تبقى مؤدبة جدا قدام الضيوف فهمتوا قصدي؟ يبقى لازم نلاحظ هل سوء السلوك ده مثلا بيظهر لما تكونوا برا البيت؟ فهمتوا قصدي؟ طيب هي دي هتفدنا بإيه الحكاية دي؟ هقول لكم بناء على تحديد توقيت أو ظرف سوء السلوك بيتم وضع تخطيط أو أنشطة بديلة يمكن تنفذها مع الطفل في الوقت ده يعني إحنا عارفين إن هو مثلا قبل ما ينام بيدخل في نوبة كده من الغلاسة نوم قبل ما ينام بشوية نعمل إحنا حاجة مغيرة خالص نلعب لعبة مع بعض ندحكه بطريقة معينة مش عارف إيه فالموضوع يعدي فهمتوا قصدي؟ يعني أنا بضرب مثلا إيجاد الخطط البديلة للتصرف في التوقيت أو في الظرف اللي قد ينتج عنه سوء سلوك الطفل النصيحة الخامسة إننا نتحلى بالهدوء الشديد عند وقوع السلوك السيء يعني هيكون فيه رد فعل ما تقلقوش أنتوا بتحبوا قوي رد الفعل بتحبوا قوي نعاقب إزاي خلال؟ هيكون فيه رد فعل منكم بس رد فعل بهدوء ودي نقطة في غاية الأهمية لأن فيه مشكلات كتيرة قوي بتحصل نتيجة عدم سيطرة الكبار على ردود أفعالهم مش العكس يعني زي ما لسه كنت بقول لكم من شوي طفل وقع حاجة كانت محطوطة هنا كده وهو بيجري رد الفعل الثائر من الأم بالضرب مثلا بيرسخ سلوك العنف عند الطفل ده أكتر ما بيعلمه الهدوء وهو ماشي أنتوا فهمتوا قصدي؟ يعني إحنا سيبنا الموقف اللي أدى للحدثة أنه هو مثلا بيجري فاللي هو طب ما إحنا نعلمه أن إحنا نقوله امشي على مهلك عشان شفت لما عملت كده إيه اللي حصل إنما هو في الموقف بقى لما ماشي بسرعة أو جري بسرعة فخبط في الكباية فالكباية وقعت فإحنا سرنا وضربنا وعملنا وبتا هو تعلم هنا أنه ما يمشيش بسرعة أو ما يجريش لا فهمتوا قصدي؟ النصيحة اللي بعد كده سادسة تقريبا التوقف عن الحديث الدائم عن السمات السلبية للطفل سواء كان الكلام معاه يعني إن إحنا نقوله هو شخصيا أو عليه مع الآخرين تكرار الكلام ده بيخلي الطفل لا إراضيا يحب الشخصية السيئة دي ويتمسك بصفاتها لأنه بيبقى حاسس إن هي دي صفاته الحقيقية يعني إيه فلان الابن فلان فلان ده فلان اللي ما بيسمعش الكلام فلان ده الوحش فلان ده المهمل فلان ده اللي ما بيوضبش قطه فلان ده اللي بيرمي لعبه في الأرض فهو فلان ده بقى اللي وقع إن كان اسم الطفلة أو اسم الطفلة بمرور الوقت هيتدي حس آه دي صفاتي أنا فحتى لو شاف الحاجة مترتبة هيعملها كده فهمتوا قصدي؟ هو شايف إن دي خلاص صفاته الأصيلة أنتوا بتقولوا علي كده طول الوقت فهتمسك بالشخصية دي النصيحة السابعة إن إحنا نوصف السلوك بأنه هو سلوك سيء مش إن الطفل هو اللي سيء أنتوا فهمين قصدي؟ يعني الشيء اللي أنت بتعمله ده العياط وحش مش عمر اللي وحش فهمين قصدي؟ فهمتوا قصدي؟ إن حتف الحاجة وحش مش إن عليا هي اللي وحشة فهمين قصدي؟ وصف السلوك السيء بأنه هو اللي سيء مش وصف الطفل أنه هو اللي سيء عشان الطفل يتوقف عن السلوك فهمين؟ النصيحة التمنى بلاش نخلي سوء سلوك الطفل هو محور الاهتمام ومدة الحديث المتكررة داخل الأسرة أو العيلة لأننا كده زي ما بقول لكم من ناحية بنخلي الطفل نفسه يشعر باليأس وانهيار كل فرص التراجع عن السلوك ده خلاص؟ اللي هو يعني بيؤديه ده ومن ناحية تانية ممكن نخلي الطفل ده برضو يشعر أنه مركز الاهتمام فبالتالي يتماد في سلوكه السيء عشان يحصل على الاهتمام ده بشكل دائم فهمتوا قصدي؟ يعني لولا السلوك ده هو ما بقاش محور الحديث وما بقاش محط الأنظار النصيحة التسعة لابد من شرح أسباب وصفنا لهذا السلوك أنه ليه سيء؟ بمعنى أنه احنا مش لازم نسيب الأمر لزكاء الطفل أو أنه هو للمنطق أو أن الطفل هيفهم لوحده لأن الطفل بحسب قناعاته ممكن يكون شايف أن السلوك ده من الأساس مش سيء انتوا فهمين قصدي؟ يعني هو شايف أنه ده العادي فاحنا لازم نشرح له نقول له يا حبيبي أو لا يا حبيبتي ده غلط اللي يحصل ده غلط النصيحة العشرة أنه لابد من توضيح القوانين من البداية للطفل يعني إيه؟ يعني نقول له إيه اللي مسموح وإيه اللي ممنوع واللي مسموح ده مسموح لأني درجة فاهمين قصدي؟ نقدر بعد كده نصنف الأخطاء ودرجاتها وبالتالي طرق علاجها النصيحة الحداشر لازم نقدم اختيارات للطفل مش أنه نفرد عليه كل حاجة لأن اعتراض الأطفال بيدخل في إطار الرأي والارتياح مش سوء السلوك يعني لما الطفل يقولك أنا مش بحب الفراخ يا ماما ويبقى هو مش كده مش قليل أدب ده اختياره فاهمين قصدي؟ يبقى لازم نكون وعيين أنه مثلا إبداء الرأي في الأكل أو الألعاب أو الملابس أو الفسح ده من حقه يبقى هو كده مش سوء سلوك النصيحة اللي بعد كده الاثناشر لابد من تقديم بدائل للأشياء اللي احنا ما نرداش عنها وأنا قلتلكم قبل كده عن توجيه الطاقة أنه لما الطفل يبعايز يعمل حاجة وإحنا مش عايزينه يعملها نوجهه ناحية نشاط تاني هو يحب يعمله النصيحة الثلاثتاشر نطرح يعني طرح الأطفال للأسئلة ده شيء طبيعي ومنطقي ولا يجب التعامل معه لأنه سوء سلوك يعني فهمين قصدي بغض لا إنت إزاي تسأل في حاجة زي كده هو عادي هو بيسأل هو عنده عنده مادة حوار عايز يسألنا عليه إحنا ليه ما عندناش بيت فيه حمام سباح زي قريبنا اللي رحنا لهم إحنا ليه ما عندناش عربية زي طنط فلانة ولا أنكل فلان أنت قال ليه الأداء لا هو مش قال ليه الأداء هو مطالب هنا أنه يسمع رد أنتوا مطالبين أنكوا تسمعوا رد ورد مهزب ومنطقي النصيحة اللي قبل الأخيرة إبداء الطفل أو الطفلة لرأيهم حتى لو في موضوعات لا تخصهم لكنها نوقشت في وجودهم ليس سوء سلوك حتى كلام الأطفال الكتير الراغي ده مش سوء سلوك ولا صفة سلبية لكنه مهارة يمكن توظفها واستغلالها فحاجات مفيدة الدراسية أو الأنشطة الإبداعية أما آخر نصيحة للتعامل مع سوء السلوك بغرض الإصلاح لابد أن احنا نعترف بأخطأنا أمام الأطفال في حالة لو كنا فهمنا غلط أو في حالة أن نحنا اللي نفسنا كنا سلوكنا سيء معاه الطريقة دي بتؤكد للطفل جدوى وقيمة الالتزام السلوكي الاعتذار أو التراجع عن خطأ لا يقلل أبدا من قيمة صاحبه يعني عندكم 15 نصيحة للتعامل مع سوء السلوك طبقوها وإن شاء الله كده يعني لو طبقتوها بإخلاص وبنية صفية وبتركيز حقيقي أوعدكم أنكم هتلاقوا نتائج مرضية جدا 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 ترجمة نانسي قنقر